خياتي العزاز مساء الخير عليكم ان شاء الله هتكونوا اخواتي كامل بخير وعلى خير اليوم جيتكم افيك النوفال فيديو ووصفة اللي طلبتو هالي بثاف سوغتو في الانستغرام دايمني بعتولي ديرينا لغوزات تعبيتزا كاري اليوم حنوري لكم طريقتي انا كيفاش نحبها البيتزا كاري وكيفاش نديرها من زمان كما يقولوا هادي هي الوصفة جست انا حناطيكم المقادير المطبورة باش سوغ تنجح لكم اون بون بيتزا كاري هي الي جي خوستيانت من تحت القرمش و جي اوما متو خفيفة جي فندانت في الفم اهنا يانس باق نوجد خياتي لابات الوغ درت 300 جرام تاع سميد الارطب مع ميتين جرام تاع فارينا لازم في لابات تعكم يكون سميد غالب على الفارينا باش لابات تعكم جيكم خوستيانت حطيت لهم سبعين ميليلي تختاع زيت زيتون انا هنا درت لها زيت زيتون تقدروا تديرو زيت نرمال ودرت عشرة جرامات تاع الملح وخمستاشين جرام تاع الخميرة الخميرة ديرو خمستاشين جرام بسك تقدرو تنقصو شوية ديرو دوز جرام ولاحتل دي جرام بسك دوكارة هي سخانة خلط كامل المكونات وبلا ما ننسو مغرفة كبيرة تاع الخل الدور تاع الخل هو وارا هو رايح يعاون الخميرة تعنا ولابات تعنا جي خفيفة كي ما شفتو انا لابات مادرت لهاش البيت اهنا يبديت اللم في الماء حتى نتحصل للم كامل لابات تعيي لموها شوية يبسا مشي جر يبساف حطيتها في البيتخان تتعجن حتى تتعجن لكم مليح اهنا يلاشتوها يبسا زيدو لها اقعدو تزيدو لها في الماء حتى تتحصلو على العجينة تكون قوام تاع المحاجب الابات تعكم لازم تكون اببخي كي ما تاع المحاجب باش تجيكم الابات خفيفة لازم يكون فيها الماء مليح لي ما عندها شو البيتخان تعجني العجينة تحام مليح باليد حتى تشوفها طرات وططيكم قدتلكم القوام تاع المحاجب ولا تاع سفنجي يعني لازم تكون طرية مليح ديروها في الصلاة دي ديالكم وخلوها تخمر المدة تاع الخميرة تختلف على حساب درجة حرارة الغرفة تعكم إلا كانت بار اقزام سخانة ولا البرودة أعطو لها الوقت الكافي كيفاش تعارفو حتى تشوفو لابات تعكم يعني دارت هادو كالنبولات هنا تعارفو لابات تعكم سيبون خمرت والحجم تحا راهو رايح يضاعف ألو غانا حطيت لابات تخمر غطيتها وروحت نوجد تشكتوكا هنا يا شوفو خياتي بكري البيتزا كاري كانوا يديروها غرب الطماطيش والطماطيش هديك مايرحوهاش بالروب ولا تتقطع بالموس أنا نحن نديرها الانسيان هنا يا حكمت الاطماطي التاعي تقدرو سوى تحطوها في الميكرواند ولا تغلوها في الماء هكا باش هديك باش هديك القشرة تتنحها فاسيلمون كيما تقدرو تاني تديروها في الارفراير ولا تفوروها ولا باش تتنحلكم غابيدمون أنا هنا قطعتها كامل ديب تيدي وحطيتها في المقلاء زيت عليها بين سوغ الملح درت لها الرند ودرت لها زعيترة مرحية أنا هنا درت واحد ستحبت تاع الطماطيش بسكو للبيتزا كارين حبها جي معمرة صوص طومات يعني بش متجينيش نشفها وممتوم التحت جي خوستيون تالوغ جي بنينة حطيت كامل كيما قلت لكم لي طومات درت الملح الرند وريقات تاع الرند زعيترة أنا درتها مرحية لي ما عندهاش مرحية تديرها هكك يعني عوات تحطها معها لطومات والملح ودرت بين سوغ شوية تعزيز الزيتون وبديت نخليها طيب على النار قليلة هكك باش تطلق المات تحها أنا مدا بيا من دير لهاش كامل الماء يعني حطيب غرفي ماها درت لها وسيل عكري باش تجيني حمرة مليح ومو غرفة كبيرة تاع لطومات كونسيرف يعني سيوم ما تكتروش لطومات كونسيرف خليت لطومات الطيبة على النار قليلة كيما قلت لكم حتى تلقت المات تحها مليح ومبعد درت لها قبل ما نطفي عليها نصمو غرفة تاع سكر هكك باش نحيلها برق الحموضة وبيان سوخياتي لازم تخيرو لطومات تاعكم دو بخيران سكون طيبة مليح باش متجيكمش لطومات قارصة بعد ما طابت درتها في طبسي وخليتها هكك باش تبردلي غابي دمون باسكو لازم تكون بردة كي تحطوها فوق لطومات تاعكم هكك باش مت متقتلكم ش هديك الخميرة كيم بزاف اخوات يديرو هاد ليغغ يعني هكك كلاسو ستومات سخونة يروحوا يحطوها فوق لطومات هكا لطومات تاعكم ما حاش تخمرلكم مليح ويجيكم للداخل معجنة رحت نوجد البلاتو تاعي اللي يدخل في الفوق انا هاد الكمية تاع 500 جرام بين فارينا واسميت يعني قلت لكم سميت كتار من الفارينا دارت لي زوج بلاتوات بهاد الحجم هادوك البلاتو تاع الفوق جبت البلاتو تاع الفوق دهنتو مليح بالزيت ورشيتو هكا باسميد الارطب كي ما راكو تشوفو رشو مليح البلاتو تاعكم باش البلاتو تاعكم باش البلاتو تاعكم ملتحت الجي خوسيانت الوغ هنية بعد ما شوفو كيفاش خمرت لي البلاتو طلعت مليح بس كشوفو خياتي نفهمكم حاجة البلاتو اللي فيهم الخميرة قد ما يكون فيهم الماء ويكونوا جاريين ومتلوقين قد ما يخمرو لكم غابي دمون يعني البلاتو كي تكون مدكنا حتطول لكم في الخميرة قسم طلابات تاعي على زوج هنية كي ما قلت لكم خرجولي زوج سنيوات هنية بدي تنحل في طلابات تاعي وتحلوها لازم بسميد ماشي بالفارينة هكا تانيك باش تجيكم بيان كرستيان طلابات ويصر تحها تاني باش تجي تقرمش وتجي خفيفة كي ما تاع المحلات لازم تحلو السمك تحا لازم في غيمون تكون رقيقة تحلوها واحد قد ما تحلوها رقيقة قد ما حتخرج لكم هايلا وتجيكم تقرمش وتجيكم خفيفة بسطها كي ما راكو تشوفو مليح على البلاتو حلتها في غيمون رقيقة و سوختو لي بوغرقوهم مليح باش ما يجوكم شخشان اتقبوها مليح بلا فوخشات وهنا بعد ما شتكتوك هادي كبردت حطيت لها شتكتوكا من الفوق و درت لها في كامل لي كوتي و درت يونبون كونتيتي باش جي ماشي ناشفة وهنا من الفوق خياتي تقدروا تديرو وش حبيتو زيتون كين اللي زيدي قطع لها شوي يبصل ديرو الفلفل ديرو يعني وش كان عندكم حاضر في الدار لزن شوى لكابخ يعني وش عندكم تقدروا تديرو انا هنا درت لها غل زيتون كحل ودي مخصو تع الفلفل بسكي ولا دي حبوه هادا وش درت لها انا نحبها بهات الطريقة يعني ما نحفيها ني طن ني فخوماج ني والو والله صدقوني غرجي هايلا يعني سوختو احنا شغل كرهنا من الفخوماج كل حاجة نحطو فيها لي فخوماج الفوغ تاعكم كي تدخلوها في الفوغ لازم فغي ما يكون سخون طيبوها على ميتين واربعين داراجة سخونو مليح الفوغ ودخلوها حمروها مليح من التحت لازم تتحمر مليح هاكا باش تولي لكم بيان كرستيان تحبو تزيدو شعلو لها شوية من الفوق وغل تخرجوها هاكا كسخونة نبيو لها زيت زيتون من الفوق وزد كي ما حطيت زيتون هنا يا باش هاكا لحبتع زيتون ما تنشفليش في الفوغ حطيتها مع لافا انسيت ما قلت لكم شخياتي بعد ما تديرو لازوستو ما تقبل ما تطيبوها لازم زيدو تخلوها تخمروين دوزين فوغ لازم في لي بلاتو تخمر مليح قبل ما تدخلوها للفوغ باش جيكم خفيفة اعطو لها الوقت الكافي باش تخمر حت تشوفوها طلعت شوية دوزين بلاتو درتولو ولي داتي درتلو فيهم الفخوماج وسمعو لي التقرميش تحا كيفاش جات هايلا جات فغي من تصخف ايفوالا خياتي هادي كانت لا فيديو تاع اليوم تاع البيتزا كاغي اللي معروفين بها تزيريين وبرتاجتها معاكم بالاكديروها هاد اليامات مع هاد سخانة هادا وشيليق ديروها صور الفطور ولا لاشا شكرا خياتي على لي كومنتر تاواكم وعلى التعليقات وعلى التشجيع والله دفوكي نقرأ لي كومنتر تاعكم فغي من الدمعة جيني ودفوه تغلبني الدمعة وفغي من مشاء الله عندي متابعين في القيمة ان شاء الله كما راكم وقفين معايا ان شاء الله تلقاوا الخير وتهلوا في روحتيكم سلام